عندي مشهد المية ده بس اجيما عشان انا حاس الراجل ده قدت لنا ده حاس الراجل كأنه بيرش مية قدام قهوة بفتح لسه بفتح اليوم الصبح وقبل ما يروس الشيشة والكراسي ده مشهد مش مش حلو يا دكتور ما يتناسبش مع ده ينفع مع قهوة عم بهلول مع هو التمسال في وسط مية والعامل بيزيل الطبقة اللي عليه بالمية حتى ما بيستعملش معدة ولا اداة عشان تنظف هو بطبيعته بيغسله بالمية رئيس للبحث انت مسئول على اللي احنا شايفينه ده انت مسئول على العامل مسئول ان يجيب جردل ويرش بالكلام انا بقول وكنت بكامل معا ازاي لا الموقع الموقع ده علم دراسة الطبقات ده اهيه والتتابعة مدروس ما تطلع لي النتائج درست ايه تم تشوف الصور يابين انت بتقول مدروس مال ازاي ده اول مرة تشوف. تمام. مال ليه النهاردة بتعلن للشعب المصري ان ده اكتشاف جديد واول مرة تشوفه لما هو مدروس وانت اوصل. التبقات مدروسة والقاعدة اللي قدامه مدروسة. طب مال ليه اعلاننا ان اكتشاف اسر جديد. ده حقك لان قلت لحضرتك لما جينا نصفي القاعدة عشان نفكها ونشيلها كانت مغمورة بالمية وده اللي اكتشافات اللحظات المفاجأة الجميلة. العامل حب يعمل حفرة مية اللي هو كان بيرش ده عشان يسحب المية اللي في القاعدة عشان نفك القاعدة واشيلها لان ما كانش متوقع اي حاجة. نزل بالادوم وحفر الحفرة بتاعته هو بخبط في سمع رنة حجر. بدأ يوسع فجئنا.